السلام عليكم ازيكم يا شباب عاملين ايه كل سلام طيبين بوناسب الشهر رمضان وان شاء الله السنة الجاية كده تكونوا في الكليات اللي انتم عايزينها معكم مع علي هلال اكيد شفتونا قبل كده في الحفلة او في فيديو سابق قبل كده حبيت اتكلم معكم النهاردة لان حسبيكم حسب الضغط اللي عليكم وكلنا كنا زيكم والله العظيم وكل ما تقرب من الامتحانات كل ما توطرك بزيد بس بالعكس انت مفروض كل ما بتقرب من الامتحان كل ما بتطمن اكتر انت خلاص بقى اني قربتي اه هتوصل لحلمكم ان شاء الله هتوصلوا واحنا واسكين في كم كلكم اه بس انت بس اشتر على نفسك الفترة ديت واحنا في شهر رمضان اهوت انا بتحيالي احسن شهر ذكرت فيه شهر رمضان يعني ربنا بيبارك فيه والله العظيم يعني بس انت برضو ما تحملش العبادة اه صلي سراتك كلها كاملة في المساجد وصلي العيشة وصلي الترويح وكاملة وقرأ قرآن كتير وصلي يا كامل الليل وصلي الفاجر اه بس عيشت حياتك في العبادة زي ما انت عايز بس تقول لده بيعود بالاجابة عليك وعلى البركة في الوقت وعلى البركة في المذاكرة وعلى سباة المعلومات في دماغك يعني ما تفكرش ان الوقت مسلا اللي بدا في الصلاة ده ما بداحش على حاجة ربنا بيعوض لك في حاجات كتير يعني ده الجانب الديني ولازم ان تهتم به ان هو ده اللي هينفعك يعني في الاخر يعني بالنسبة للفترة الجاية تعريبا يعني يعني كل مدرسين بيخلصوا منهج بتاعهم او لما خلصي بحاول يخلصوا كده فانت لازم الفترة بقى يتراجع ويتحل كتير تمام بالنسبة لبقاطرات المراجعة اه انا عن نفسي كنت مسلا بزقها لما مسلا اخد كل مادة في اسبوع كامل اسبوع ونصف ما بستحملش ازاك المادة واحدة كل المدة دي فانت مسلا تاخد مسلا كل مادة يعني مسلا تاخد عندك كيميا فيزيوجيولوجيا احياء سيء المواد كلها اه تدخل مسلا باب من كل مادة على مدارة اسبوع بشكل عرض كده تمام تخلص الباب وتحل عليه تخلص الباب وتحل عليه تخلص المادة ديت وتخش على المادة اللي بعدها ويه كده تخلص المنهة كله بالطريقة ديت في كل المواد بس وبعد كده ايه بتحل بقى النظام ايه اسئلة على كل باب آآ ده اول مراجعة انت بترجح بحس ان انت تتكن آآ المنهج اكتر آآ طبعا انت عارف ان ما بتوصل لاخر باب بتحس ان هو الباب تنسأ فده طبيعي يعني وكله بينسى يعني والنسان ده طبيعي جدا فانت برضو محتاج تحل كتير آآ على كل باب ما تخشش على امتحانات الشامنة على طول او امتحانات السنوية العامة على طول عشان برضو في بعض المعلومات بتكون سقطة منك فعشان مرزعلش من نفسك يعني فانت لازم انت تراجع كلها باتقان تاني من جديد وطول في اول مراجعة ادها حقها زيادة على اللزوم عشان ايه اه تعرف المعلومات تكون ثابتة بشكل افضل يعني بس وبعد كده اما تخلص المراجعة الاولية تخش بقى ايه على تجيب لك مراجعة من غير حل اه هات لك مراجعة من غير حل كده اه بس المراجعة من غير حل ديت حاول تجيب ايه يعني مش اللي هو تذكر بابه من المادة وبعد كده تذكر من باب من المادة تانية لأ هات المادة كلها على بعضها بس يحاول تنجز في المراجعة دي اللي هو تقرأ بس ديته المراجعة التانية وبعد ما اخلص المراجعة التانية تبدأ بقى ايه خش على البوكلت البوكلت الشامل بقى تحل اسئلة شاملة تحل اه هتلاقي مثلا اول بوكلت اول اتنين ثلاثة اربعة خمسة هتلاقي نفسك بتوع منك اسئلة بتغلط اه فده يعني كل الاسئول اللي تغلط فيه اعرف صح وزق ايه وتكن تمام وما هي اللي امتحانات ما هي الا اصلا وسيلة اللي انت تتكن المعلومات بشكل افضل اه غير الاسئلة انت حلتها بل كده احنا اصلا اللي همنا كله درجة اخد السنة يعني مهمكش درجة البوكلت دي على ما تصل مثلا للبوكلت السادس والبوكلت السابع خلاص يعني هكون ايدك بدأت تاخد على الاسئلة الشاملة وخلاص دماغك استستمت على انت تحلي اسئلة اه لها ربطة مسلا اكتر بباب يعني باب وباب مع بعض كده بتربط الاباب وبعضها فخلاص يعني بدأت تاخد على النظام ده لان انت الاول كنت بتحلي اسئلة على كل باب بواحد اما في الشامل انت ممكن جيلك سؤال مسلا ان يربط لك التكاثر مع المناعة التكاثر مع الدعامة اه مش فاكت بالزبط بس في اسئلة زي دي يعني فانت الامتحانات الشاملة هي بتضربك على الجزدية دي بس يعني وانتوا بس يشتغلوا على على نفسك جامد 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 لان خلاص الحلم بقرب خارة صوت كلها تلت شهور ولا حاجة ومدة كفاية اللي انت اصلا تهد الدنيا وتبنىها من جديد تمام فاللي هو شد حلكو بس وما تخافوش من اي حاجة وان شاء الله بازن الله ربنا هيكرمكم واحنا واسكين فيكم والله العظيم واسكين وما درسين واسكين فيكم اه بس انت بس حاولوا تطميه نفسكم وشجعه نفسكم واسمعه فيديوهات تحفيزيها على اليوتيوب ويقول لك الاسئلة النظام الجديد في اسئلة صعبة اسئلة تيجي من مريخ اسئلة مش عارف منين لا سيبك من الكلام العبيد ده كله انا كنت شاف ان الكلام ده كله الكلام عبيد بس اللي معاه معلومة اه بيعرفوا ازفها صح والله العظيم يعني اللي معاه معلومة ودرسها صح وحل عليها اسئلة والمعلومة تحورت معاه وهو لف المعلومة لفت عليه وهو لفها للمعلومة واتقنها بشكل صح هيحل اي سؤال مهما كانت صعوبته ان شاء الله بازن الله يعني فما تخوفش نفسك من النقطة ديت وشد حلكه وربنا معاك ورب وان شاء الله بازن الله ربنا هيكرمكم وهتوصلوا اللي انتو عايزينه بس انتو ادعوا كتير وادع ادع لح على ربنا وان شاء الله ربنا هيكرمكم ان شاء الله كل سنة منطيبين وان شاء الله سنة قليل تفرحوا بإذن الله